خطوات متسارعة تحذوها روسيا في محاولة منها لتدارك فشلها بحربها على أوكرانيا ومواجهة التحرك الأمريكي الغربي في العالم والمنطقة أولى هذه الخطوات هي رجوع موسكو إلى حليفتها تهران للحصول على الطائرات بدون طيار باعتبار الأخيرة موردا رئيسا لدرون رغم العقوبات المفروضة عليها وهو ما أكده مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الذي كشف عن زيارات مسؤولين روس لإيران لمعاينة الطائرات المسيرة المقاتلة التي ستسلمها تهران إلى موسكو قائلا إن الحكومة الأمريكية رصدت عبر صور الأقمار الصناعية عرض الجيش الإيراني لطائراته المسيرة على وفد الروسي يومي الخامس والثامن من تموز في قاعدة كاشان الجوية في وقت تسعى الروسيا إلى تعزيز ترسانتها في الجبهة الشرقية لأوكرانيا بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الذي أوضح أن الطائرات المسيرة الإيرانية يمكن استخدامها في عمليات الاستطلاع والتسليم الذخاء هذا التحرك الروسي باتجاه إيران جاء بعد افتقارها الشديد إلى الطائرات المسلحة بدون طيار مقابل تفوق الأصول الأوكراني الناجح من طائرات برقدارة تركية التي ثبتت نجاعتها طيلة الحرب الجارية منذ الرابع والعشرين من شباط الماضي يأتي هذا التطور بعيد أيام من كشف إيران عن وحدة بحرية للطائرات المسيرة تتيح الإطلاق من سفن وغواصات في أحدث إعلان مرتبط ببرنامجها لهذه الطائرات التي تصدرها لوكلائها من الميليشيات في العراق ولبنان واليمن وسوريا هي إذن محاولة روسية لتدارك ما اعتبرت وزارة الدفاع البريطانية فشل موسكو في إنهاء حربها على أوكرانيا التي طالت أكثر من المتوقع بالتزام مع تشكيل الغرب لتحالفات جديدة مع توسيع نطاق حلف الناتو وهو ما بات ينذر بحرب باردة ومخاضات قد تصل إلى مواجهة مفتوحة على مسرعها